السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تسع نصايح لأخواننا الحجاج ابعتوهم لكل الفعلاتكم بيحجوا عشان يدعلكوا وعشان يستفيدوا وتفضل صحتهم طوال فترة الحج بسلام ويرجعونا بألف سلامة حلقة سريعة مهمة جداً تسع نقاط مستعدين؟ يلا بينا ده هيقلل منعتك هيزود ان انت تلقط اي عدوة وخصوصا ان في مناطق فيها ازدحام انت متنقطش بكتيريا او فيروس او يجيلك هيربيس فيتامين سي مهمة جداً انت عندك سخنية ومش اي الحد ما هو الا موت وانتحار كلمتي واضحة اهلا بيكم نقطة الاولى اكشف بدري لو انت سنك كبير وعندك امراض مزمنة لو سمحت روح للدكتور بتاعك اتأكد ان الضغط مزبوط وعلاج الضغط مزبوط اتأكد ان السكر بتاعك مزبوط جرعاتك مزبوطة التراكمي في احسن حالاته لازم تظبط قبل ما تروح ما تقولش هي بركة ولما نرجع نروح للدكتور امن نفسك لو سمحت روح اكشف وتأكد ان كله تمام ثم توجه بسلامة الى مناطق الحج اتنين ببطل حلويات طول من اول ما تسيب البيت اتركها لله ما تكلش اي حاجة حلويات حاجات سكريات زيادة بسكوت شوكولاتة ده هيقلل منعتك هيزود ان انت تلقط اي عدوة وخصوصا ان في مناطق فيها ازدحام هيخلي طاقتك كراش كل شوية عايز تاكل ما عندكش طاقة مستمرة طول اليوم فلو سمحت استعيد بالحلويات والشوكولاتات والبسكوتات بالفواكه بالخضروات بالسلطة باللحمة بالرز بالسمك بالمكسرات عندك حاجات كتير ولكن ابعد عن السكريات سواء انت مريد سكر او شاب عادي ابعد عن السكريات طول فترة الحج عشان تفضل بصحة وبمناعة وبنشاط وبتركيز وتعرف تدعي لنا كويس النقطة الثالثة فيتامين دال عند كل معظم الناس ناقص انت اول ما تروح الخمس ست ايام بتوع الحج خد كل يوم كل يوم 10 آلاف وحدة فيتامين دال لمدة 5 او 6 ايام لو انت فيتامين دال مزبوط ده مش هيوصلك للتسمم لو انت فيتامين دال ناقص تقدر تلحق نفسك ليه انا بقول فيتامين دال؟ عشان المناعة الفيروسية وجهازك التنفس يبقى فاحسن حالاته عشان نومك يبقى فاحسن حالاته عشان مودك يبقى فاحسن حالاته عشان نومك بالليل وطقتك تاني يوم الصبح تبقى في أحسن حالتها تالت نقطة 10.000 فيتامين دال يومياً 5 أو 6 أيام بتوع الحج مهم جداً أوعدك السل النقطة الرابعة فيتامين سي فيتامين سي مهم عشان ما يجلكش إسهال فيتامين سي عشان ما يجلكش بكتيريا أو فيروسات فيتامين سي عشان أنت ما تلقطش بكتيريا أو فيروس أو يجلك هيربيس فيتامين سي مهم جداً حاول تحافظ على الفواكه طول الوقت أو خد فيتامين سي كومبليكس أرص الصبح وأرص بالليل أربع أو خمس أيام الحج لا يوجد تسمم لو أنت عندك مشكلة مش هيتعرض معها لو بتاخد هذا ومش هيتعرض معها هتفرق معك كثير في المناعة والجهاز الهضمي إنك تحافظ على مستوى فيتامين سي طول فترة الحج نقطة اللي بعد كده سواء أنت في الحج أو غير الحج ناس كثيرة أنا لما كنت شغال في الغرداء في مصر كان كل السياحة الروس بيجوا لعيادة بإيه؟ بإسهال كنت بقول لهم بصوا أنتوا بتسافروا من بلد متعودين على البكتيريا بتاعتها متعودين على الفيروسات بتاعتها منعتكوا واخدوا على البلد لما تسافر لبلد حارة وإنت مثلا في أوروبا في أمريكا في أفريقيا إنما مثلا من الكويت للسعودية أو من العمان للسعودية يعني المناطق الخليجية شوه بعض ولكن اللي جاي من بره مناطق الخليج ممكن يجيله إسهال ممكن يجيله مشكلة معوية عشان مش عشان فيه مشكلة في البلد ولكن البكتيريا مختلفة فتعمل إيه؟ كنت بدي الناس نصحتين أي حد يسافر أي بلد على فكرة مش الحج بس أول حاجة اوعى تأكل صلطة خضرة هات انت الخيار والطماطم والجزر اغسلهم وعملهم إنما يجي لك من بره طبق صلطة اوعى تأكله سواء انت في حجة أو غيره دي النقطة تقول لهم تاني حاجة أول ما تنزل المطار روح على الصيدلية واطلب بكتيريا حية قول له البلد دي أنا عاوز بكتيريا حية من بتاعتكم لما تاخد برو بايوتك من البكتيريا في البلد دي ما يجي لكش إسهال لو جي إسهال ما يحصل لكش جفاف لو جي إسهال ما يحصل لكش مغس لو جي إسهال ما يقعدش كزا يوم وممكن ما يجي لكش إسهال خالص لأنك خدت بكتيريا من اللي موجودة في البلد فمهمة قوي قدي إيه دكتور أربع خمس تيام على الريق برو بايوتك من البلد اللي انت ريحة سواء في الحج في السعودية أو تسافر أي بلد أنا في المطار أروح الصيدلية أقول لهم ادوني برو بايوتك وأخذ على الريق خمس ستة إيام لا بشوف إسهال وباكل براحتي بس برضو ما باكلش صلطة خضرة يعملها بنفسي يا إما ما كلهاش عشان أتأكد أن حتى بكتيريا البلد الطبيعية ما تدخلش الأمعاء بتاعتي وما ضيعش يومين تلاتة في إسهال أو مغس أو كركبة أو انتفاق أو أي مشاكل جهاز هضم النقطة السادة ودي مهمة جدا وركزوا معايا الحر اللي انت فيه التزاحم اللي انت فيه المجهود اللي انت فيه السفر اللي انت فيه بينقص جسمك مية لما تعرق كتير انت بتفقد إيه اكتبوا لي اكتبوا لي تاكتوا توقفوا الحلقة لا مش مية ولا عرق بتفقد أملاح فأنا هقول لكم حاجة سحرية هتحسوا بها بنفس اللحظة كل واحد حاج ربنا يتقبل إذاست المية بتاعته يحط ربع معلقة أو رشة ملح هملايا أو ملح الخشن أو ملح البحر اللي مش ناعم اللي مش صناعي بس نص معلقة على لتر مية ده هيعوض السوال اللي في جسمك ما يخليش ضربة الشمس تجيلك يخلي الطاقة بتاعتك أحسن ما يخلكش تتعب بسرعة وما يخلكش تجيلك ضربة شمس متخيلين رشة الملح على المية اللي انتو بتشتبع المية مهمة جدا دلوحدها مشكلة اوعد تكسل تشرب مية إذا استكعلى طول معايا كبير او صغير راجل او ست المية معاك ولكن لما تزود رشة الملح او نص معلقة ملح هملايا او ملح الخشن على ازازة المية هتشوف تأثير رهيب في الطاقة والتركيز والنشاط وتحمل الشمس والعرق فساعتها ادعو الكريم علي الله يعمر بيته والسنة الجاية ابقى معاكم في الحج ان شاء الله النظر اللي بعد كده لو سمحتوا كل الحجاج لو انت عندك مرض اخبر كل الجروب اللي معاك المرض اللي عندك لو انت عندك سكر الخيمة اللي معاك او الجروب اللي معاك يا جماعة انا مريض سكر عشان لو قيعت لقدر الله مرة راح ديعرفه دي غيبوبة سكر يا جماعة عندي سرعة حصل نوبة سرعية يكونوا عارفين يا جماعة عندي اخماقات عندي مشكلة دايما عرف الجروب اللي معاك والطبيب اللي مصاحب لي للجروب اللي معاك انا عندي مرض كذا ما تكسلش ما تقولش هتعدي على خير إن شاء الله طبعا تحدي الخير ولكن اعمل حسابك عشان لو حصل حاجة دايما يبقى في حد يلحقك مهم أو صحتك عشان تكمل المشاعر الحرام بصحة وعافية وترجع لنا بألف سلام نقطة اللي بعد كده مهمة جدا التمنى انت في جو حر وشمس لو طلعت الشمس وعملت المشاعر أو عملت المشاعر الحرام وانت عندك سخنية ومش أيل لحد ما هو إلا موت وانتحار كلمتي واضحة ناس بيجي لها الفلونزة برد تسخن تخبي وتقول أنا ان شاء الله ربنا يسرها أخلص وارجع أشوف الدكتور أخلص واروح أكشب أخلق بدان بتمشي في الشمس ما ينفعش تبقى مريض بحرارة مرتفعة ممكن تلتهي بعضلة القلب اسمه مايوكارديتس ويحصل لقدر الله الناس اللي بنشوفها تقع في الحج أو تتوفى في الحج أو تحصل مشكلة كبيرة لأنه كان عنده سخنية وتجهلها أو قال ربنا يسر ربنا أمرك تاخد بالأسباب فلو عندك سخنية بلغ الطبيب فورا لو عندك سخنية ادخل خد شاور ما تطلعش في الشمس لو عندك سخنية خد كل الإجراءات اللازمة إنك ما تعرقش أكتر وأكتر في الشمس لأن حرارة مرتفعة وحرارة الشمس ما هو إلا موت بطيء أو انتحار لو سمحت حرارة لوح الدكتور وما تكملش النقطة التاسعة أنتو في الحج وأيام الحج جميلة وما أحلى أعداد الصهر مع الناس الطيبة دا مش وقت صهر يا حج ويا حجة خلصت صلاة العشة خلصت الانتقالات ادخل نام وريح النوم نص الطاقة بتاع التاني يوم يومك بيبتدي من كيف نمت فملوش لازمة الصهر ملوش لازمة الأعداد اللي ملهاش لازمة ملوش لازمة إنك تضيعه بتطمن على الأهل أتابع أهلي أريح شوية أشوف لي أكلة ما فيش الكلام دا خلصت مشاعر الحج ادخل نام لو أنت نمت كويس مناعتك تاني يوم أفضل طقتك أفضل شهيتك أفضل تركيزك أحسن ومناعتك ضد الفيروسات والبكتيريا وأن أنت في الأماكن المزدحمة طلقت حاجة بتبقى في أحسن حالتها فلو سمحت لو ما فيش حاجة تتعمل وخلصت يومك ادخل نام ادخل ريح وراك مهمة تاني يوم كأنها خلصت تسع نقط في الآخر ناس بتخاف كتيرا من أن المناطق مزدحمة عمر الزحمة ما تخوفك لأن أنت ربنا خلقك مش عشان تعيش في أصر الوحدة حضرتك ربنا خلقك مش عشان تقعد في صحرة ربنا خلقك عشان تحتكي بالناس فأنت لو ما عندكش برد طبعا الدكتور قال ما فيش مشكلة من الزحمة يكون عندك برد وتطلع تعتص تعدي ناس كلها مش ده قصدي قصدي لو أنت منعتك كويسة واكل كويس وفيتامين دال كويس وفيتامين سي كويس ونايم كويس يعني ازدحام يعني ايه ما كل الناس بتروح باللوتوبيسات واللوتوبيسات زحمة مش كل الناس بتاعيه فعشان كده لو أنت محافظ على نومك ومحافظ على فيتاميناتك ما تخافش إلا لو أنت عندك برد يلبس المسك عشان ما تعتصي حافظ على أن الرزاس ما يروحش للحجاج إنما أنت ما عندكش حاجة ما فيش مشكلة ما تخافش من الازدحام ما تتلافش الازدحام غصب عنك في التواف غصب عنك في الجمراض لازم يقفيش زحمة هتمشي لوحدك طبيعي ما تخافش ربنا ما تدي الجهاز مناعة قوي يحارب كل شيء يقدر يسيطر على أي ميكروب فيروس بكتيريا وفي نقطة مهمة جدا من ليس له أعراض لا يعدي كلمة دي ماتت في كورونا وأقنعوا ناس كتيرا أنه أنت ممكن حضرتك ما يكونش عندك عدوى وما بتعتصه وما بتكحش وتعد الناس ياسه لا فيش كلام ده بدم ما فيش أعراض ظهرة بيكح وبيعتص ما يعدكش بحاجة فلوحد بيكح وبيعتص لو سمحت أقوله لو سمحت إلبس ماسك لو سمحت خد الإجراءات اللازمة ولكن أنت سليم ما تخافش من الزحمة الخوف أصلا بيقل المناعة فاحتفظ بالمية معاك كل طول الوقت نايم كويس فيتامين دال فيتامين سي أكلك كويس بعيد عن السكريات سيبها على ربنا عملت اللي عليك مش هتلقت حاجة ومش هتعدي حد مدام أنت مش عيان فما تخافوش من الزحمة خافوا من قلة المناعة لأن المناعة بتلعب دور قوي جدا أثناء المشاعر الحرام لأن في مجهود وصفر وتزاحم ممكن يكون فيه ناس عيانة في النص فاحمي نفسك وخلاص وسيبها لله دي كل المعلومات اللي عاوز أقولها للحجاج شيروا الحلقة هتحاول أقطع هذه الأجزاء وانشرها عشان نفيد جمع الحجاج ويرجعو لنا بصحة وسلام وحج مبرور وذنب مغفور وفي الآخر ما تنسوناش من صالح الدعاء ونشارككم إن شاء الله السنة الجاية الحج وفي الآخر مما توفيق إلا بالله علي توقيت ولا يونيب سلام عليكم في حفظ الله مع السلامة اشتركوا في القناة